مهندسي يعني لما نحكي عن دود الأرض وكيف اليوم ممكن نستخدمه لحتى نقدر إنه يكون في عنا سماد عضوي ماذا نعني بهذه الفكرة؟ أول إشي دعيني أرحب بمشاهدين رؤية الفضائية وفيكي أفضل وبالفريق العامل الحقيقة قبل ما نحكي عن الدود هي الفكرة كلياتها من مبدأ إعادة الاستخدام أنا راودتني أفكار كتيرة بتعرفي هلأ نحن في العالم كله بيحكي بي الاستفادة من الموارد وكيف ممكن ينتجوا فيها مواد جديدة فأنا بصراحة يعني اليوم النموذج اللي عندي هو نوع من أنواع إعادة الاستخدام إعادة الاستخدام لإنتاج إشي جديد نعم فاللي حنحكي اليوم عنه اللي هو يعني تدوير مخلفات المنزلية أو تدوير مخلفات المنزلية والحديقة نعم أوكي بإنتاج الدود بإنتاج السماد العدوي من خلال دودة الأرض نعم يعني اللي بيحول هدول المواد لكومبوست فرما كومبوست هي هاي الدودة من خلال إنها بتوكل نعم هاي هي الكونسبت المبسط هاد الفكرة المبسط للأمر نعم يحصل إلى تدوير هذه المخلفات ويجعلنا نحصل على سماد ما فيه ريحة أنا معن بشوم ريحة صحيح ومفيد لإلنا صحيح وبيزيد من جودة إنتاجنا الزراعي حتى لو كان عنا عايشين بشقة عنا بلكونة صغيرة تمام عنا بستان ممكن نستخدمه تمام طب نبدأ بهذا المشروع لما اخترت هذا المشروع كيف بلشت فيه وإش في الموادر يجب أن يكون موجودة أوكي هي الفكرة زي ما علتلك الإنتاج ونبطل نكون نحن شعب مستهلك يعني أنا صاحبة هذا الفكر ففكرت إيش ممكن أستفيد من هاي المخلفات اللي موجودة عندي اللي هي كرتون وراء أول إشي بلشت بفكرة إعادة تدوير الكرتون لأنه أنا بقدر أساوي مجسمات فنية بعدين اتجهت لإشي تاني اللي هو الكمبوست العام يعني السماد العضوي العادي طبعا هذا مش اختراعي أنا هذا العالم كله بيشتغل عليه وبيستفيدوا من النفايات وما عد العالم بيستعمل مصطلح القمامة أو النفايات هلأ صاروا يستخدموا مصطلح جديد اللي هو الموارد العضوية أو الموارد لأنها هي فعلا موارد بكثرة كيف أتخلص منها؟ أنا شخصيا بدور نفاياتي يعني عاملة عندي منجمنت للويست اللي موجود عندي البلاستيك بيروح في اتجاه بقايا الأكل بتروح باتجاه وبقايا الخضروات بتروح باتجاه آخر يعني إدالة للنفايات اللي موجودة عنا بالبيت تمام واليوم بجوز جيتي مشان أوصل هاي الرسالة للناس كلياتها كيف ممكن تدير نفاياتها المنزلية وكيف تحمي بيئتها ونخفف من النفايات يعني أنا لما بطلع كيس النفايات تبعي حتى ما بطلع الكيس الأسود أنا بطلع كياس الخضرة اللي بجيبهم من السوبر ماركت لما بشتري فما مش بحاجة لكيس كبير لأنه نفاياتي كل واحدة رايحة في جهة نعم يعني مثلا الرز الأكل هذا ما بكبه أنا بعطيه لناس بعرفهم عندهم جاج فبوكلوا البقايا الطبيخي اللي هي الأكل اللي ما بتنحط أصلا بالكمبوس بعطيها للناس اللي تقدر اللي عندها كلاب اللي عندها إشي هيك بأي طريقة تمام يعني هناك إدارة مهمة لأنه نقدر نستخدم نفاياتنا هلأ إحنا موجود أمامنا العديد من الأمور اللي أنت تمام هلأ إحنا اليوم متخصصين أو حلقتنا متخصصة بموضوع كيف أحول النفايات المنزلية ما بعرف وين الكاميرا الكاميرا عم بتشوفي عم بتشوفني الكاميرا أنا عندي هون مجموعة نفايات منزلية هذو الورق شجر من الحديقة هون عندي هذا كرفس هون عندي بأدونس هون عندي موز بروكلي تفاح حتى كيس شاي حتى كيس شاي مظبوط حتى كيس شاي ومن اللي بل مشان ما نعمل دعاية لحدا فهي المجموعة كلها هي مجموعة الخضروات يعني أي خضرة بتنتج معاك خلال عملية إعداد طبقة أي خضرة؟ أي خضرة أي خضرة هذول بشكل عام هلأ نحنا عم نحكي عن دودة الأرض أنت تفضلت بالبداية أنه أنواع معينة هي طبيعي فيه أنواع كثيرة موجودة في الطبيعة ورب العالمين خلقها وكل شيء يعني كان له سبب وجوده أكيد فهي الدودة الدودة المنزلية أو الدودة الأرض أو ما أيضا فيه إلها أسماء نحنا هون عنا بالسندوق فيه نوع اسمه ريد ويغلر ونوع الثاني تايجر بيكونوا فيه أنواع كثيرة منها وكل واحدة إلها يعني فعالية وخصوصية وأنواع ووظيفة ووظيفة معينة هلأ كلهم طبعا بوكلوا وبخرجوا هي كل المعادلة في أنها شو بتوكل وشو بتخرج نعم الدودة فنحن هلأ اللي إذا اللي أنا سويته نموذج صغير اليوم عنا اللي هو عبارة عن أجين من كل شي مدور السلة إذا بتلاحظوا هذه هي سلة الخضروات نعم سلة الخضروات سلة الخضروات هل بشكية الخضروات هذا الكيس هو كيس قمامة نفايات نعم الورق اللي جوه ما بعف إذا قادرين رح ننصبها هذا الكيس اللي جوه هذا اللي هو تبع الأواعي اللي بنحطوا فيه البدلات اللي هو هو لازم يكون مخرم لازم يكون مخرم شو الهدف منه هلأ لما نيجي لقدام شوي فيه أشياء معينة داخل المزرعة لازم نحافظ عليها اللي هي المية ما تصير عندي نسبة الرطوبة عالية ظلت تتنفذ اه فأنا كتير مهم انه يكون في عندي نفاذ للمية هلأ داخل هاي البيئة أول إشي إذا أنا بدي أعمل هاي البيئة أول إشي بلجأ له اللي هي إشي بيقولوله الفرشة هي المكان الآمن وسلامة الدود تمام يعني كيف زي ما بيقولوا أنت عندك بيتك مكانك راحبك إذا صار عندك أي شيء بتروح يركض لهذا المكان هي منطقة الحماية الفرشة لما أنا بساوي لها البيت الفرشة عادة بتكون من مواد الكربونية تمام زي ورع الشجر زي كاراتين البيض زي الأش بقايا مثلا أصب السكر كاراتين عادية كلها هادي بتكون الطبقة التحتانية للدود لبشان إذا صار عنده أي شيء رطوبة زيادة شغلة يهرب إلها فهذه أول شيء نحن منحطها بالإضافة لمنبلش نعطيها شوية غذاء الغذاء ممكن يكون مثلا مخلفات الدواجن بس طبعا مخمرة مش دغري قوية لأنه بتعمل تفاعل وبترفع درجات الحرارة بعد هيك وبتقدري كمان ما تستعمليها لأنه أنت عم تستعملي ورق شجر نعم بهذا الشكل محطوط بالمي بحدود الأسبوع هذا بيكون مشان تبلش تطلع فيه الفطريات والكائنات الدقيقة نعم اللي بتساعد على التحلل فأنت هادي بتكون موجودة أول إشي بعدين بتجيبي أنا هون جبت لكم طبعا شوية سامبلز هيك بسيط الورق العادي هذا اللي هو الورق اللي مقطع نعم بالماكينات هلأ مو ضروري يكون لهذا الحجم ممكن بس بطريقة يعني كل ما زغرنا حجم الأشياء المقدمة للدود ساعدناها بأنها توكلها أسرع لأنه انتي متخيلة لما بتحطي قطعة كبيرة يعني رح تاخد وقت يمكن ما تستطيع نتاكلها هون الشغلة الثانية اللي هي بقاية القهوة هذا التفل هذا التفل هذا التفل يعني بعد ما يتم شرب القهوة التفل بتجف فيه وبطلع معنا بهذه الصورة مظبوط نعم أنا بحطه بصواني والشمس كفيلة بأنه تخرج تتبخر المي منه وبيضل عندي التفل هذا يعني كمان مغزي جداً له وهذا برضو بضيفه للشو نعم بلس اللي حكييني عليه هو موضوع الخضروات نعم هلأ في عندي كمان صنف آخر قشور البيض قشور البيض معروف إنه هي غنية جداً بالكالسيوم نعم فأنا عم بضيف كالسيوم للبيئة تبعتي للأكل تبعتي حتى مهندسي بقولوا إنه أحياناً القشر البيض بحطوه على النباتات بشكل عام طبعاً لما بدك ترفعي نسبة الكالسيوم اللي موجودة عندك بالتربة نعم وبوقت معين بالنسبة للدود فيه يعني هذا أول ما رح نقدر نحكي اليوم بالحلقة بس كميات محدودة يعني لازم تكون مدروسة مدروسة كميات اللي أنت بضيفيها نعم وطبيعي الخضروات اللي حكينا عني تمام وبتكون عندنا بالمقابل هلأ صار في عندي كمية دود الدود طبعاً مش كتير أنا بصراحة أصلي فترة ببحث بالأردن عن أنواع دود وهيك هدولة بالصدفة أنا أخذتهم من صاحبة إلي ما بعرف من وين ممكن نجيبهم يعني غير متواجدين غير موجودين يعني أنا ما سمعت أنه في سوق أو في حدا بتتعامل بالدود بكم كبير مجرد أفكار هيك ريادية بدايات أنا بصراحة على الفيديوهات والشغلات لما بشوفه بمصر كتير بشكلوا موجود نعم على هذا أو بتاع في مصر بلد زراعي أكيد وهيك أنت بتتخلصي من استخدامك للسماد يعني بتعلي لأنك تنتجي سمادك صورتي طبعاً فهذا كله بتكوني جايب الدود في عندك خمس شغلات ضرورية بالمزرعة نعم اللي هي الرطوبة يعني ما تكون المزرعة إذا أنت حضرتك ملاحظة معاي ما تكون المزرعة تبعتنا نعم كتير جافة وكتير رطبة يعني في معدل وسطي بحيث أنه أنا لما بمسك هذول هيك عم نشوف إحنا يعني بتكبتل بس ما بتفرط أوكي بدلالة أنه نسبة الرطوبة منيحة نعم أنا اليوم أضفت إشي بالعادي أنا بضيفه بالشتاء اللي هو هذا الفخارة الصغيرة لأنه بتطلع شوية مي فمشان إذا صار نسيت أنه عطيهم أو ارتفع درجات الحرارة بيأدي إلى ترطيب المزرعة فجواتها مي في مية وبتنفذ الآن إذا ملاحظة معاي إذا أنت أكيد أوبس وقعت تبحتي كان فيه دودة صغيرة أوكي فهونا الدود بلجأ لهي الفخاء هاي ها الدودة هاي ها الدودة أوكي هلأ نحن نشوف الدود وطبعا طبق البيض بيكون كمان من ضمنه منفتته كمان منفتته ومنحطه بمية بقاية الشجر فيه شي أنا انتبهت من فترة أنه كتير بيحبوا الخيش كمان القيش ما هو مكون كمان سبحان الله من الطبيعة والخيوط كلياتها شو اسمه هلأ فيه مواد معينة أو أكلات معينة أبدا الدود ما بصير نقدم لهم يا هاللي هو الليمون الحمضيات زي هدول ولا قشورها ولا قشورها أوكي الزنجبيل مثلا ما خرج التوم الأشياء بصل بصل كمان هلأ اللي أشياء الثانية كل شي مطبوخ ما بحطه للدود أي شي مطبوخ مش لازم نحط للدود زيت رز أكل إشي هيك أنه ها أضيفه للدود ما بصبت ها هي كلها أشياء اللي فرش اللي حكينا عليها الخضرات اللي موجودة بالحديقة أو هيك فبحط كل هدول المكونات مع بعض أوكي وببلش بحط الدود بحط الغذاء إليهم اللي هو إحنا حكينا عليه والفرشة هاي في عمي شوف دودة هاي إحنا عنا هلا خلينا هاي ها هاي تمام هلا هيك هاي هاي الدودة هادي الدودة لأي وحدة هادي الدراجون هادي نو هلا هيك بما صعب يتميز بهذا الشكل بس هي مجموعة من الدود ممكن تكون دودة الأرض البلدية زي ما بيقولوا أو الرد ويقلر ما في مشكلة إذا كانت مجموعة من الديدان يعني مش لازم يكون نوع واحد لازم يكون أحسن هو يعني إذا أنت حصلت وطبعا هذا في ناس كتير بتقدر يتميز بالدود لأنه صعب تميزي وتعطي أسماء أو هيك يعني أنا ما وصلت من الخبرة أنا مجرد ما أشوف الدودة أقول لك هاي من هذا الصنف ومن هذا الصنف يعني بس مع التجربة والممارسة بتقدري تتعرفي على أشياء كتير فأنا بجمع كل هدولة مع بعض ويحطهم هلأ إذا صرت أنا بحاجة لتقديم غزاء زي ما قلت أنا دايما الخضروات ما بحاول أحطهم ضغري هلأ أنت حضرتك بتعرفي وحقول ومشاهدينا إنه الخضروات لما بتتحلل بتبلش تتحلل بنتج عنها سخونة ودرجات حرارة عالية صحيح هلأ هاي إذا حطيتها مباشرة لمزرعة الدود أنا هيك عم بقضي على الدود لأنه الدود بحاط يعني بحب درجات حرارة معينة يعيش فيها بيئته يعني بيئته المناسبة تقريبا من 18 ل28 الحرارة يعني فيه تفاصيل معينة فيه تفاصيل نعم ولكن يجب دايما نخدها بعين الاعتبار المنتج النهائي بآخر دقيقة إحنا طبعا هذا الموضوع جدا مهم الله يسعدك فيه كتير أسئلة أكيد لازم نسألها ولكن المنتج النهائي هو سماد عضوي سماد عضوي متى نصل إلى السماد العضوي وكيف ممكن نستخدمه طبعا الدودة بتوكل نصف وزنها يعني الدودة وبتخرج هذا الحجم فهي طبعا هي عبارة وكل ما أنت حكينا قطعنا الكميات أكتر وقدمناها للدود منحفز الدود هيك وبعدين هلأ البرد الدود على فكرة ما كتير بيشتغل يعني كسول نوعا ما هلأ بعد فترة بتبلشي بعملية اسمها جمع المخلفات هادي وبضيفها على الترب اللي بدي أزرع فيها بستعملها مباشرة مباشرة على الشرطة لأنها هي قريبا غنية وجاهزة للاستخدام وهذا شكلها اللي وفيها عناصر جدا 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 مفيدة وممكن صري مهندسة ممكن أستخدمها لأي نوع زراعة يعني إذا بدي أزرع خضروات إذا أزرع زهور أشجار بقدر أستخدمها مباشرة نعم تمام أنتي جبتي أنتي عملتي سمادك العضوي بإيدك يعني عارفة تماما شو المنتج اللي بدي طلع معك وشو اللي بدي كتوف لي آها طمام يعني وهيو ها يعني قيمته يعني الشرائية بدل ما أنا أروح أشتري سماد وحطه ومغزيات أنا عارفة شو السماد وعارفة دولاتي شو ماكلين فهذا مشروع فكرة ريادية جدا للشباب رائع إنه قديش يستفيدوا من هذا الموضوع وقديش على الناحية الاقتصادية يعني بساعد المتارعين بإنه يبطلوا يشتروا أسمدة ومواد وهيكا وأنا يعني شكرا شكرا لإليك شكرا لإليك وأنا سعيد بالعكس على هذا الله يسيدك مع إنك مع إنك أبدا أبدا ما حبيتي ما حبيتي أمسك المرة جاي بأمسك دودات عفكرة كتير فريندلي يعني ما طبعا أنا عفكرة لما بتعامل معهم بتعامل معهم باليد فأشي جدا جدا يعطيك العافية شكرا جزيلا مهندسة وشكرا لكم وعلى على إتضافتي وإن شاء الله أكون خفيفة الضر على مشاهدينا إذن بهذا المشروع الريادي الجميل واللي بتمنى من الجميع إنه عن جد يقوموا بهذا التجربة ترجمة نانسي قنقر